النهاردة الصبح صحيحنا على خبر رحيل رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة بعد تاريخ يقرب من 70 سنة في مجال المال والأعمال والاقتصاد من المعروف أن الرجل الأعمال محمد الفايد كان بيصنف من رجال الأعمال من أثرى رجال الأعمال في العالم توفي النهاردة الجمعة ويتم صلاة الجنازة عليه في مسجد صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد ريجنز بارك في لندن معروف أن الراحل ولد في الأسكندرية سنة 1929 وانتقل لدبي بعد ما كان اشتغل في أسكندرية بعض الأعمال منها عتال على سبيل المثال وانتقل إلى دبي سنة 1960 و1975 انتقل إلى المملكة المتحدة وهنا كانت الوقفة في تاريخ هذا الرجل رجل الأعمال العالمي كلنا عارفين محلات هاردز الشهيرة اللي اشتراها الرجل الأعمال محمد الفايد سنة 1985 النهاردة أعلن صهره الأستاذ أشرف حيدر على صفحته على فيسبوك وفاة رجل الأعمال قائلا توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى جد زوجتي رجل الأعمال المصري محمد الفايد محمد الفايد ملياردير ورجل الأعمال مصري زي ما قلنا تولد في أسكندرية في منطقة راستين تحديدا يوم 27 يناير 1929 لأب بسيط كان بيعمل مدرس للغة العربية وفايد اشتغل في صغره في أسكندرية بعدة أعمال منها زي ما ذكرنا عتال بضائع بميناء الأسكندرية وبعد كده في منتصف السينات الستينات انتقل إلى لندن تحديدا في 1975 من هناك جمع صروته الطائلة محمد الفايد كان بيحتل المرتبة الـ 12 في قائمة أسرياء العرب بصافي صروة 2 مليار دولار وبيحتل المرتبة 1516 عالميا وفقا لتصنيف فوربس بيعرف الفايد بكونه كان مالك لمتجر هاروتز الشهير في لندن واللي باعه لقطر بقيمة حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2010 وعشرة رحمة الله على الرجل الأعمال المصري محمد الفايد وأسكنه فسيح جنات وده كان خبر أعتقد بيهم المصريين وتحديدا إحنا كلنا اهتمينا بأخبار عائلة الفايد بعد سنة 1997 وطبعا الحادث الشهير اللي توفي فيه ابنه دودي والأميرة ديانا في باريس ترجمة نانسي قنقر